بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول التفكر قال عليه السلام اعتبر بما مضى من الدنيا هل ما بقي على أحد هل أحد فيها باق من الشريف والوضيع والغني والفقير والولي والعدو فكذلك ما لم يأتي منها بما مضى أشبه من الماء بالماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالموت واعظا وبالعقل دليلا وبالتقوى زادا وبالعبادة شغلا وبالله مونسا وبالقرآن بيانا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وما نجى من نجى إلا بصدق الالتجاء وقال نوح عليه السلام وجدت الدنيا كبيت له بابان دخلت من إحداهما وخرجت من الآخر هذا حال نجي الله عليه السلام فكيف حال من اطمأن فيها وركن إليها وضيع عمره في عمارتها ومزق دينه في طلبها والفكرة مرآة الحسنات وكفارة السيئات وضياء القلب وفسحة للخلق وإصابة في إصلاح المعاد واطلاع على العواقب واستزادة في العلم وهي خصلة لا يؤبد الله بمثلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله فكرة ساعة خير من عبادة سنة ولا ينال منزلة التفكر إلا من قد خصه الله بنور المعرفة والتوحي اشتركوا في القناة